كثف الاحتلال الإسرائيلي هجماته على مناطق متفرقة من قطاع غزة وخاصة في رفح جنوبا ومدينة غزة في الشمال فيما تواصل المقاومة استهداف جيش الاحتلال وإلحاق الخسائر في صفوفه ففي جنوب قطاع غزة أعلنت كتائب القسام قصف تجمعات لقوات الاحتلال في رفح كما استهدفت قوات إسرائيلية خلال توجهها لنجلة تاقمها المصابة الزعرب بعدة صواريخ وقصفت المقاومة تجمعات للقوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب حيثا للسلطان بقذائف الهاون من جهتها أعلنت سرايا القدس قصف قوات إسرائيلية بقذائف الهاون خلف البرج المصري جنوب القطاع وفي رفح أيضا قصفت طائرات الاحتلال محيط خيام للنازحين بمنطقة المواصي وخلفت شهداء وجرحة فيما نسف جيش الاحتلال مبانية سكنية في الحي السعودي كما جددت الطائرات الإسرائيلية قصف خان يونس وأطلقت النار عشوائيا تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من المدينة وفي وسط القطاع كثفت القوات الإسرائيلية هجماتها وشنت الطائرات الحربية والمدفعية غارات عنيفة على مناطق متفرقة وأطلقت أليات الاحتلال النار تجاه المغراقة كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم البريج وشمال النصيرات فيما أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور نتساريم برشقة صاروخية فيما استهدفت كتائب المجاهدين موقع كوسوفيم العسكري شرق المحافظة الوسطى برشقتين صاروخية وإلى شمال القطاع شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مدينة غزة واستهدفت بغارات حي الزيتون جنوب شرقي المدينة وأطلقت نيرانا كثيفة وقذائف مدفعية باتجاه حي الزيتون ومنطقة الشيخ عجلين وتل الهوى جنوب مدينة غزة كما قصف الاحتلال عيادة الدرج وسط المدينة وخلف شهداء وجرحاء